خليني أبدأ مع حضراتكم بأول حاجة طبعا مبروك لكل جمهور النادي الأهلي ومبروك لكل اللاعبين وكل الجهاز الفني الصعود إلى نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسختها الأولى بعد التعادل 3-3 مع سيمبا 2-2 في المباراة الأولى ثم تعادل 1-1 في المباراة الثانية عايز أقول لحضراتكم حاجة قبل بس ما بتدي أتكلم في أي شيء الأداء لم يسعد كثير من جمهور النادي الأهلي وبالمناسبة لم يسعد اللاعبين برضو حضراتكم عارفين مشكلتنا أو البعض بيرى أن احنا عندنا مشاكل احنا ما عندناش مشاكل بالمناسبة انت عملت مطش جيد النهاردة باستثناء إضاءتك للفرص الكثيرة ولكن انت طول المطش عندك نسبة استحواز كبيرة جدا جدا للنادي الأهلي عندك كرة مشية من أحد آه عندنا ميس باس واضح في بعض الأوقات في أول 5 دقايق أو 10 دقايق ولكن بعد كده انت مستحوز على المباراة من أول دقيقة لآخر دقيقة الفريق التنزاني لم يذهب إلى ملعب النادي الأهلي إلا كرة واحدة تقريبا اللي شالها محمد الشناوي أو هجمتين حتى الجن اللي دخل يعني أنا ساعتها ما كنتش واخد بالي أن محمد هاني واقع فكنت عمال أقول لأن أنا كنت بالعب باكرايت في هذا المكان يعني كنت عمال أقول ألا هو محمد هاني فين محمد هاني يعني كان واقع أو خد خطة وهي فاول واضحة جدا فكرة لما تلعبت فالحتة ما كانه فاضية لأنه كان من المفترض أنه يعني يبقى موجود في هذا المكان وبالتالي أنا شايف أن احنا عملنا مطش على مستوى الاستحواز وكرة القدم وكرة ماشية يمين وشمال ومطش مش وحش مطش يعدي مطش أنا بسميه مطش تجاري هتقولي يعني إيه مطش تجاري عم إسلام أقولك يعني إحنا في بعض الأوقات في مطشات أنا عايزها يعني عايزها تخلص أنا كلعيب يعني أنا بتكلم عن لعيبة كيف تفكر عايزها تخلص ليه لأن المطش أولا وسط الأحداث اللي إحنا فيها واللي إحنا بنشوفه بيحصل في غزة محدش له نفس حتى يعني لو لأن هذه هي الحياة ولازم كل يوم نطلع نتكلم مع حضراتكم مكانش حد حيبقى له نفس إنه هو طالع يتكلم وسط كل هذه الأجواء اللي بتحصل